السلام عليكم ببنات ان شاء الله تكونوا بخير اليوم عاود ترجع تلكم فيديو جديد بعد ما كنا كمنا سلسلة جهاز العروس بالاجزاء تحا كامل وحبيت نشكركم على تفاعلكم على الفيديو اليوم رح نروح لنوع جديد من الفيديو وهو دليل العناية الشاملة للعروس ولا لأي فتاة ما انا رح نركز في المحتوى هذا على المشاكل اللي تصادفها العروس قبل العرسها سوف يشعرها سوف لوكو اختحها وفي المنطقة الحساسة لإسانسيال هزيت المشاكل الكامل وحاولت نمدي لكم الحلول قبل ما نبدأ الفيديو اذا كنتوا جدد و تشوفوا القناة اتفعلوا جرس ديروا لي لايك و كومنتر و بارتجي و القناة التاعي مع صحاباتكم و لا لا فامي تاعكم هكا بها تكبر عائلتنا حبيباتي كما شفتوا في العنوان اليوم سنهضروا على جلد الدجاجة ولا جلد الوزة سنمدي لكم نصائح للتخلص تماما من جلد الدجاجة ولا جلد الوزة سنعطيكم طريقة في نزع الشعر ستساعدكم هذا الطريقة في التخلص كيف كيف من جلد الدجاجة ولا جلد الوزة سنعطيكم ثاني زيت مهمة في تخفيف نمو الشعر في اي منطقة في الجسم اول شي البنات سنشوفوا اسباب ظهور جلد الدجاجة هي عادات سي امس خدموها في حياتنا اليومي ستأثر بالسلب على جلد الدجاجة من بين العادات هي الاستحمام بالماء يكون سخون الماء سخون جفاف جفاف الجلد سيحفز ظهور جلد الدجاجة ثاني شي استخدام مواد كيميائية كثيرة الرغبة كيف يحكمون جلد الدجاجة كيف يحكمون جلد الدجاجة يجب ان نحكمون جلد الدجاجة بل ما نرتبه البشرة سوف تزيد البشرة وينخرجون للمشاكل وما من بينهم جلد الدجاجة ثالث شي هو انو نحكم الجلد بالليفة او الكاسة تكون حرشة ونكيس من المنطقة السويدين بلا فرسك نحيو الجلد الميت لها ثاني عادة من العادات السلبية من الأجمال تتوقع لما تحجب كيف يحفر ونزع الشاعر اثني حاجة تحتاج لعمل تلك الشفرة روحنا نحب طبق الخطوات الصحيحة ثالث هو الترطيب الترطيب تساوية الناس ه الترطيب ترطيب مهم سواء اليدين سواء الرجلين سواء الوجه سواء الترطيب مهم هذا جلد الدجاجة ينتج من طاراكم الجل الميت وطاراكم الجل الميت يؤدي الى طاراكم البروتين وكيراتين وكيراتين في المسمات يخرجون للشعر تحت الجلد مثلا الناس يتنحي بالشفرة الحلاقة تحضر حتى تنحي شعر بأي منطقة للدين ورزين وإن لا تدخل ديركتمولدوش ترغبون شوية ونحي الميت تحضر بشعر الحلاقة كما يقولون بكل صراحة كما يقولون بكل صراحة كنا ثاني حاجة اخطر ملاحظة لناس اللي تعاني من جلد الدجاجة او من جلد الوزة انا ننصحكم بتعدوا على شفرة الحلاقة كما يقولون جلد الدجاجة هو شعر تحت الجلد باين وضعوا معلبي لكم بالشفرة الحلاقة كما يقولون بكل صراحة كما يقولون بكل صراحة كما يقولون بكل صراحة انا اللي نصحكم بها اللي نستخدمها انا هي الحلواء واللارجينة لا نستخدمش الواكس جامي جربته هذه اللي نجرب فيها عندي سنين وسنين كما يقولون لانه ستنحي الشعر من الجذور هذه الحاجة المليحة فيها ذلك سنقول لكم انا وقتشت نحيه والناس اللي تستخدم الحلاواء كيف كيف اول خطوة اللي لازم تديرها قبل نزع الشعر هي تنظيف الجلد نعم مثلا انا اعطيت لكم باش نظف الجلد التاعي نظفه بصابون الحجرة او صابون تاع بكري تاع تزاير صابون الحجر اعلاها انا خيرت هذا الصابون لانه ما فيهش الرغوة هذه اول حاجة وقلت لكم ما لازمش تديروا بروضوي فيهم الرغوة وزيت حاجة ما فيهش بروضوي بزاف يعني حاجة تقدروا تقولوا نخدوهم بزيت الزيتون انا هكا قالوا لي نروح ننظف هذيك المنطقة تاعي مثلا نروح ندرت دوش نغسل روحي بصابون تاع الحجرة ولا بسائل بجلدوش ما فيهش الرغوة ياسر هذي منطقة مهمة شوفوا الناس اللي تنحي بالشفرة الحلاقة ولا بلاسير لازم تكون نزع الشعر على بشرة نظيفة هذي لتاب رقم واحد هاني نقول بشرة نظيفة نظفوا البشرة تاعكم بيان غسلوها شلوا هذيك المنطقة هذيك هنا راح تجي الناس اللي راحين ينحيوا كيف كيف بشفرة الحلاقة او لا بلاسير لازم المقشر حاجة ضرورية ما لازم تنحي شعر تاعك من اي منطقة الا و كنت تدرتي لها التقشير انا المقشر اللي راني نعتامده شوفوا عندي بزاف وصفات تاع المقشرات و كامل مفيدين يصرخ لها للجسم اليوم حبيت نبرتاج معكم واحد من هذو من المقشرات اللي نستخدمهم انا واللي معروف يعني كمية من السكر تدولوا كمية من جلدوش واحدة من الزيوت اللي متوفرة عندك مثلا زيت جوز الهند مليح ياسر في الترطيب كما انا سنشاركو هنا معكم دع شركة الكابتن ما زلو كنا نشري زيت جوز الهند يعني الابوت الكبيرة كنا نحوك ساعدها في الكوسميتيك نحوك ساعدها في الكوسميتيك نحوك ساعدها معكم بإذن الله كمية من الزيت تقدروا زيت جونسون تقدروا زيت الليمون زيت الورد المهم اي زيت عندكم ورح نضينا كإضافة فقط العكر الفاسي لانه حتى هو عنده فوائد مليحة وانا يعجبني يمد لون مليح وشتوكة غومي بها الكورت ابيض وفي هذيك اللون الوردي خفيف انا على بيها عجبني هنا العكر الفاسي تحبو تديروه لما تديروهش يعني انتم ما راكم احرار هذا القومج كان القومج هذا وكان القومج زيت الزيتون والسكر وزيت الزيتون والسكر والبن والقهوة حتى هما تخلطوه و تديروه اللقار حتى هذا المقشر هو للجسم فقط تخلطوا المكونات هذي كل بعدما تكون وغسلتوا للجسم راحين تقشروا المقشر و راحين تقشروا المنطقة مثلا ديكم ورجلكم بحركات دائرية والحركات هذي لازم تكون خفيفة كما قلت لكم لا تضغطوا على الجلد في بلكم تكيسوه مليح بالقوة او قماش بالقوة راكم قاعدين تنحيوه في الجلد الميدلالة قلت لكم بعدما تكملوا تغسلوا قماش بالقوة قماش بالقوة قماش بالقوة قماش بالقوة قماش بالقوة اذا كنت من الناس اللي راحين تنحي بشفرة الحلاقة قماش بالقوة او قماش بالقوة قماش بالقوة قماش بالقوة قماش بالقوة حيث ان تحيوه في الجلد المنطقة تقوم بجبه الماء و سابون الحجر و ثم يكوم بشفرة الحلاقة عادي و بالنسبة للناس الذين يقومون بجبه الماء و يكومون بجبه الماء و يخرجون الغدوه من ذاك أو دوشة الصباح في الليل و نزع الشعر لا تقوم بجبه الحمام و مباشرة بعد الحمام سوف نعطي خطوات بالرجنة او الحلوه بعد نزع الشعر في الليل نحكم المنطقة اللي نزع لها الشعر ندير فيها للطالك اي طالك عندكم؟ طالك تعلي بيبي او انشانتر كما عندي انا ونابليكيه او المنطقة اللي نحي عليها نحي منها الشعر المرحلة مهمة خطر الطالك سيساعد الرجنة انه تنحي الشعر الخفيف وشعر الخشين بالنسبة لي انا نحي باللصيخ الآلسان الان ما زلت ملقيتش وصفه ناجحة 100% تعرجنة اللي نخدمها يعني نديروها في الدار ما زلت ملقيتش الوصفه بالنسبة للكمية تعرجنة في بيلكم بلي لازم تهزو كونتيتي كبيرة تعرجنة وتبليكيه على الجلد لا لهزو غير شوية يعني كما نقول ونا ديرو كعبورة صغيرة تعرجنة انا انا درتها صغيرة بزاف انا درت لكم برد كيفاش نديري نزع الشعر و انا قد انا بليكيه في يدي فقط قلت لكم تما ديرو تعبورة تكون صغيرة حطوا مشي ورجينة هديكتاعكم مع نمو الشعر ونبعد نحيو عكس اتجاه نمو الشعر نعاض ديرو كمية صغيرة مع نمو الشعر حطوها مع نمو الشعر ونحيوها عكس اتجاه الشعر بعد ما تنحيو مباشرة ترجعوا تغسلوا بالصابون هذا اللي قلت لكم عليه صابون الحجر يعني ما تديرو حتي حاجة من وراها عندكم لو تستخدموا ايه مع بليش انا كاش برودوي ولا كين حاجة كين الزيت هذي زيت نبات السعد تخفف ياسر نمو الشعر كيف تديروها اشتوا بعد ما تكونوا نحيطوا هذيك المنطقة مثل اديكم ورجليكم رحوا غسلوها بالماء والصابون هذية الحجر من بعد اربحوا نشفوه يعني نشفو الجلد تاعكم بها من بعد ابريكي الزيت هذيه وخليها تبات نورمال عادي خليها تبات حتى تشربها لبوتك تقدري تديريها مرتين مثلا اذا نحيطي صباح ديريها صباح وزدي تديريها في الليل بعد ما نكون كملت صيين حيط شعر تستخدم اي شرية الكابتن تحتاجهم لعمل الزيت اشريها اي شرية الكابتن سنجلب كريم ترتيب انا هنا نستخدم صنونة زيت اللوز اذا استخدموا اي واحدة كينة نيفيا كين فازلين المهم هذو ما اللي كرام اضغطون الكريمات المرتبة راهم ياسخ له ونبليكيها الجلد التاعي بالنسبة للترطيب تقدروا ترطبوا حتى في النهار مرتين ولا ثلاثة الجلد التاعكم هذه هي الخطوات اللي نستخدموها احنا باش نخفو من اول شيء من جلد الدجاجة وثاني شيء من نمو الشعر صدقوني اذا رحت تتبعوا هاذ الروتين رحين تنجحوا في التخلص من جلد الدجاجة دونك حبيباتي كانت هذه هي لا فيديوتاي تنهار اليوم انشاء الله تكونوا استفدتم منها اذا عندكم اي مشكلة كتبوهولي تحت في التعليقات رح نحاول نلقائكم الحلو نحبكم بزاف باي